بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جيدة واحدة حلقات برنامجكم صحتك صروتك هو بس قبل ما خش في المقدمة المخرج دخل لي بدخلة جديدة قال لي fix مش عارف يعني fix بص يا جماعة احنا لو تفتكروا ان احنا في الموسم الثالث قلنا الاسترادش بتاعة البرنامج بتاعنا احنا كنا دايما بنقول ان احنا برنامج متخصص دايما بنقول احنا بنتكلم في الحتة بتاعتنا حتى يمكن فيه سلايد دلوقتي هينزل على الشاشة سلايد ده لما نزلته على الصفحة بتاعة البرنامج وعلى صفحات الخاصة اللي هو 125 سنة الناس ايه بقى قصة 125 سنة على سبيل المثال النهاردة الضجوب بتوعنا وطأم الاعداد اللي ورا الكاميرا لو جمعتوا الخبرات بتاعتهم في مجال الدواء ومجال الصحة العامة يعملوا 125 سنة هو ده البرنامج بتاعنا البرنامج بتاعنا احنا بنتكلم في الحتة بتاعتنا في الحتة اللي احنا درسينها والحتة اللي احنا فاهمينها عشان كده بنحاول نوصل معلومة اللي معلومة بتابعة عن الدراسة علشان كده هتلاحظوا في الفقرة التانية النهاردة بتاعتنا وهي الفقرة الاساسية هنتكلم على فيروس كورونا بالشكل مختلف تماما احنا فيروس كورونا بأنه يمكن سنة معاه حتى الفقرة بعنوان هل يمكن انا جمعت حوالي 23 سؤال اللي بتبادر على زهن الناس في طول السنة الماضية هل الفيتامينات المعدن فعلا بتؤثر على موضوع فيروس كورونا هل غسيل ايد بالكحول اللي بيأثر فيروس كورونا هل لما عرض ايدي للاشعر الفوق بنفسجية داي خليني ما اصابش فيروس كورونا كل ما تبادر لزهن حضراتكم في خلال السنة اللي فاتت حطناه في 23 سؤال بعنوان هل اي حاجة هتيجي على بالك احنا حطناه جمعناها في الفقرة التانية عشان كده الفقرة التانية هيكون ضيفة وضيفة فيها دكتور خالد نور الدين الخبير الدواي وطبيب بشري هيكلمنا عن فيروس كورونا بالشكل مختلف هنرد على كل سؤال يتبادر عزيزين حتى لدرجة احنا هنعمل حلقة نظام بنجمونج يعني هسأل السؤال هو دين الايجاب كل ما تبادر عزيزينك وهن الفقرة الأولية النهاردة هنتناولها بشكل مختلف لو تلاحظوا أن احنا في الموسم التالي بتاعنا ببرنامج سعادك سلوطك بنهتم شوية بالتخزية ولما اتكلمنا على التخزية جيب بنا النباتات طيب احنا الفقرة بتاعتنا الفقرة المستديمة معنا وفقرة الكابسولة بقىنا يمكن اربع حلقات بنتكلم عن المقدرات والإدمان وعرفني عن ايه إدمان لدركتنا احنا كلنا أدماننا الكابسولة بس هنتناول نهاردة الكابسولة بالشكل مختلف في الإدمان هناخده بشكل مختلف دايما كنت يقول لك ايه اوب مش عارف نزلت حملة لاو مش عارف فيه ناس مزرعة فيها عبارة عن حشيشة عبارة عن أفيون هو هنشوف علاقة النباتات بالمواد المخدرة اعتقد برضو هيبقى موضوع جديد احنا حاولنا نربط ما بين التخزية والنباتات والمقدرات خليني قبل ما اطلق فاصل افكركم بالوقت سيئة بتاع البرنامج زيلو 12 2519 6446 بصوا يا جماعة ده واتسقاب هو ده مش استقبالي يعني حقيقة هتبعتلي السؤال 466 ماشا باشا ده تاني اقوله تاني اوكي نقوله تاني زيلو 12 2519 6466 ما هو ده برضو ميزة ان يبقى الناس اللي حتى ورا الكاميرا هم ناس متخصصة على فكرة الناس اللي قدام الكاميرا دي شغلتهم مجال الدواء والصحة والناس اللي ورا الكاميرا برضو شغلتهم مجال الصحة والدواء بنحاول نعمل حاجة مختلفة شوية خليني نطلع فاصل ونبتدي فقرات برنامجنا النهاردة وهفكركم دايما احنا كنا بنقول الغذاء قبل العلاج ولكن الغذاء النهاردة هنقضوا بشكل مختلف في الفقرة الرؤونية من برنامجكم وهي فقرة الكابسولة مع الدكتور محمد راشد فاصل ونواصل